السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتحياتي لكم جميعا والهالات السودة اللي بتبقى تحت العين كتير مننا جدا بينزعج منها والناس كتيرة بتقولك انت ما لك انا يتمسود ده ليه من تحت ودي بتبقى يعني مقلقة لناس كتير وخصوصا السيدات بيبقى عندهم مشكلة فيه اللون الاصمر الغامق او اللون الغامق او ورم تحت العين كده بيبقى فيه مشكلة بالنسبة له جامع الهالات السودة دي من اسبابها كتير يعني في اسباب معروفة وفي اسباب غير معروفة الاسباب ايه? وطريقة العلاج وافضل نصيحة لكم ايه? هنقولها النهاردة في الفيديو اللي هنتكلم فيه النهاردة واهلا بيكم في قناة الدكتور خالد ابي عزم الشارع امراض البطنة والغضر السكر ونبدأ مع بعض هي طبعا منتشرة اكتر في الناس كبار السن منتشرة اكتر في الناس اللي عندهم عامل وراسي جين والناس اللي بشرتهم صمرة يعني الناس اللي عندها بشرة صمرة دي اكتر عرضة لموضوع الهالات السودة اللي بتبقى موجودة طبعا اسبابها كتير اول سبب اللي احنا هنقوله هو الارهاق الارهاق التام يعني واحد مرهج جدا وتعبان وايا كان سبب الارهاق ده بيعمل اسباب الهالات الصمرة اللي بتبقى تحت العين الضغط العصبي ناس عندها ضغط عصبي ناس بتبقى عندها مشكلة في الضغط التوتر والسترس والامور دي كلها بتبقى سبب رئيسي في الهالات السودة اللي تحت العين وطبعا ده من ضمن الحاجات الرئيسية اللي بتسبب المشكلة والارهاق اللي هو ممكن يبقى حاجتين يقمى النوم قليل او نوم كتير فيبيعمل نوع من انواع الاكستريم فاتيج اللي هما الناس اللي عندهم اكتئاب يعني ارهاق جامد وبيبقى عندهم ارهاق تماما وبيبقى نوم الساعات قليل او بينام فترة طويلة قلة النوم بتقدي الى تجمع السوايل في تحت الجلد الخفيف لان هنا البشرة بتاعتنا بتبقى خفيفة جدا فبتقدي الى ظهور النفخة اللي بتبقى تحت العين وكمان الصمار اللي تحت العين مع السن طبعا ده سبب رئيسي مع تقدم السن ده بيبقى يعني طبيعي ان يحصل كده مع الناس اللي بتجبر في السن الجلد بيبقى بيصبح رؤيق جدا وفي بيحصل الدهون اللي بتبقى زبطة الجلد اللي تحت العين بتقل والكلاجن اللي بيحافظ عليه وبيحافظ على النظارة والاستستي بتاعت الجلد اللي هو الحركة بتاعت الجلد كمان بيتغير وبيقل وطبعا ده بيقدي الى درك يعني الجمقان اللي انت بتشوفه بيبقى ظاهر اكتر فبيقدي الى علامات الصمرة اللي تحت العين اجهاد العين الناس اللي بتاعت قصاد الكمبيوتر فترة طويلة بيبقى كمبيوتر وتلفزيون قاعد قصاد الكمبيوتر والتلفزيون وحتى الاطفال تلاقيهم عندهم في العين يعني ضغط واجهاد في العين بشكل كبير جدا وده طبعا ببيعمل العلامات اللي بتبقى تحت العين او يكون عندك حساسية هساسية او العين بيبقى فيها جفاف فده طبعا بيعمل الصمرة اللي بيبقى تحت العين وبيبقى السبب الرئيسي في الحساسية دي والناس اللي بيبقى عندهم جفاف العين طبعا اللي هما في الأمراض المناعية والإفرازات اللي بتحصل من الهستامين بيخلي الأوردة تتمدد وتبقى ظهرة تحت العين هنا وتدي المشاكل دي طيب والحساسية كمان بتزود نوع من أنواع الحكة تحت العين تبدأ تهرش كده تحت عينيك ودي طبعا بتزود الموضوع وتؤدي إلى التحبات وتورم تحت العين ودي طبعا علاجها بيبقى أسهل من الحاجات التانية والإرهاق والتعب وقلة النوم برضو بيبقى أسهل في حالات هتبقى صعبة هنتكلم فيها في الحلقة برضو النهاردة الجفاف لو حصل واحد جاله نزلة معوية جديدة أو ما بيشربش سوايل كتير برضو هيبقى فيه مشكلة تحت عينيه الجفاف ودي بتبقى بتتحسن بسرعة خلي بالكو في معلومة اقول لكو في آخر الفيديو كميلوا معايا مهمة جدا بالنسبة لي الهالات السوداء اللي تحت العين وطبعا الجفاف بيدي تبصت لقي الواحد عينيه دخلت لجوه دي بتبقى بتنكمش ودي بتبقى طبعا من ضمن الأسباب الشديدة جدا التعرض للشمس يقدى ده الميليانيين كتير لما تتعرض للشمس بيزيد الميليانيين فالملانين بيعمل اللون اللي تحت العين دي تعرض للشمس كتير كل ما يكون الموضوع الملانين يزيد وكل ما الهالات السودة اللي تحت العين تزيد عشان كده التعرض للشمس فترة الناس اللي بتشغل فترة كبيرة جدا دي بتبقى ظهرة عندهم قوي التاريخ الوراثي أو اللي هو بيبقى الجينات بتبقى موجودة دي بتبقى فيه بعض العائلات كده بتورسها البعضة وبيظهر في السن صغير يعني تلاقي واحد سنه صغير وبيوصل للمرحلة دي وفيه برضو بعض الامراض زي الغدة الدراقية بتظهر الهالات تحت العين اهم نقطة بقى اللي منتشرة جدا وناس كتير جدا بتتكلم عنها ويمكن ما بتخدش بالها منها جدا الانيميا وخصوصا لما يكون الانيميا فيها مشكلة زي نقص الفرتين يعني الناس بيعملوا الهموجلوبين وبيبقى مش عاملين معاه الفرتين ممكن الهموجلوبين يبقى طبيعي لكن الفرتين قليل جدا فطبعا لما المخزون الحديد يبقى قليل تبص تلاقي انت بيجي لك ارهاق وتعب وتحس بضوخة وتحس بمشاكل في النفس وتيجي تمشي تلبقى فيه اجهاد عندك في الحالة دي بيبقى الفرتين هو السبب ونقص والانيميا هي السبب فتصحيح الحاجة دي بيفرق كتير جدا في العلاج يعني علاج الانيميا هيفرق كتير معانا في حالة زي دي وطبعا وتبقى اسبابها انتوا عارفينوا كله الاكل والامتصاص والنزيف بتاع اي واحد هينزف او فيه دم بيخرج منه او الدورة الشهرية كل ده بيبقى موجود من ضمن الاسباب ويبقى الاكتئاب والنوم الكتير وقالت النوم كل ده احنا قلناه هيبدأ بقى طريقة العلاج اول حاجة اللي انا كنت عايز اقولك عليها ان القضاء على موضوع الهالات السودة لو استمرت لفترة طويلة بيبقى صعب جدا صعب يعني ولا كريمات هتنفع معاه ولا اي حاجة والتدخين طبعا نسيت اقولكوا التدخين من ضمن الحاجات اللي بيسبب الهالات السودة دي فانت ما يبقاش بتدخل وقلة نوم واراق وتعب وعندك انيميا وحساسية وكل ده بيتجمع ممكن في واحد في الحالة دي بتبقى الامور بالنسبة لك صعبة جدا عشان كده بنقول ان احنا الوقاية خير من العلاج فعلا في الموضوع بتاع الهالات السودة طيب العلاج اول حاجة حاجة زي الانيميا هنصلح النقص الهيموجلوبين ده هنتصلحه وطبعا التاني حاجة اللي هي الغير الهيموجلوبين ان احنا نعمل الوصفات المنزلية في البيت وحاجات سهلة دي من الحاجات اللي انا عايز اقول لكم عليها ان احنا نعمل كولد كومبريشنز اللي هنا كولد يعني كومبريس يعني حاجة اه متلجة شوية وتتحط هنا بتقلل التورم وبتعمل يعني تنكتك مش الاوردة والشرايين المنتفخة دي وتخليها تبقى افضل بكتير ودي بتساعد لكن العلاج السبب هو الاساس علاج السبب هو الاساس طبعا بتعمل الحاجة كده تكون اه اماشة تكون طرية او حاجة قطن كده طرية وبتعمل بيها المساج للمنطقة اللي تحت العين دي ودي طبعا اه بتبقى مهمة جدا وبنعمل لها بتطبقى كده حوالي عشرين دقيقة بتبقى بتساعد كتير النوم مهم جدا 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 لو احنا خدنا كفايتنا من النوم الموضوع بيختلف اه تماما وبيبقى التحسن بيظهر بشكل كبير طبعا لو بدأت في البداية غير لما انا اتأخر سنة واثنين وتلاتة دي شيء مهم جدا شرب الميا لازم اتعود اشرب ميا كتير جدا شرب الميا من الحاجات المهمة ان انا اعملها وتشرب ميا بكميات كبيرة في الحالة دي ان انا اه هتبقى سهل جدا ان انا اضيع الهالات اللي هي السودة اللي تحت العين طبعا دا لو السبب اللي تشرب الميا لكن لو السبب انمي وما عليك تهاش يبقى مش هينفى طيب في اه حاجة بقى اللي هي الكياس الشاي انتو بترموا الفتلة بتاعت الشاي بترميها وللأسف شديد محدش بيستعملها لكن انا اقول لكم وصفة ممتازة جدا ودي وصفة اه اتكتبت في حاجات علمية كتير الشاي بيحتوي على الكافيين والكافيين ده مادة ضد الاكسادة وبتساعد انها تعمل انكماش للشرايين اللي بتبقى نفخة المنطقة دي وعملة الهالة السوداء اللي هنا دي فانا لو انا حطيت اتنين باكت من الشاي الاسود او الاخضر في مياه سخنة اه سخم مية واحط فيها الباكت واسيبها لمدة خمس دقايق بعد ما المية غلط وحط فيها الباكت دي وبعدين اخدها احطها في الفريزر لمدة خمستاشر لعشرين دقيقة لغاية ما تجمد او تتلك شوية هحطها بعد كده على اه الحتة اللي فيها المشكلة دي لمدة عشرة لعشرين دقيقة وبعد كده بشلها وبخسل حوالين العين بمية بردة بمية بردة دي برضو من ضمن الحاجات اللي جابت نتائج كويس وبرضو هقول لكم تاني ان انا عشان اتحسن لازم اعالج السبب لو عندي اناميا والدم ناقص مهما اعمل ما فيش نتيجة هتحسن طيب وفي الناس اللي بتبقى عندها وخصوصا طبعا السيدات اللي بتبقى حطى ميكوب كتير وما تخسلوش بعد ما بترجع ده بيعمل مشكلة في الشرايين اللي تحت العين وده بيسبب السمار اللي بيبقى موجود في العين ولزلك تلاقي الست اللي متعودة تحطه ميكياج كتير مجرد انها تخسلوش هتلاقي الهالات السودة اللي بتدت تظهر كتير فما نزودش فيه الميكياجات وفي نفس الوقت ننظفها كويس جدا ونخسلها كويس ونعمل موضوع الشاي الاخضر والشاي الاسود ده اللي احنا بنرميه وبعد ما بنشربه ده هيفدنا كتير جدا الهالات السودة دي في الناس اللي بتبقى عندها ميكوب فيه حاجات بتبقى كلاجن ومراهم بتتباع لكن غالية جدا ودي طبعا بتبقى مش فعالة لو انا معلقتش السبب بتاعها في حاجات بقى كيميكال بيلز حاجات كيموية بتقلل المنظر ده لكن لو السبب موجود مش هيقل هيرجع تاني وليزر وبردو السبب موجود هيرجع تاني والفيلر بيعملوه ساعات برضو هيرجع تاني ده بيشيل الفيلر مع بيشيل الميلانين والحاجات اللي هو بيحنوها وبتغطي الشرايين اللي بتبقى عاملة المشكلة دي لكن برضو هترجع تاني الناس اللي بتبقى عندها دهون زايدة في الجلد ويشيلوها بتحسن لكن ممكن ترجع تاني في عمليات جراحية ان هما بيحطوا بيزرعوا دهون وحاجات مصنعة تتحط في المنطقة دي وفي حاجات اسمها يعني علاج اسمه كده ده بيزود الدم اللي في المنطقة اللي بيكون في حوالين العين كل ده زي ما قلتلكو الاعراض والاسباب محلهاش يبقى مش هتتحسن ارجو ان تكونوا استفدتوا النهاردة من المعلومات بتاعة الهالات السودا وان شاء الله تطبقوها وبازن الله تكونوا وتخلصوا منها وترجع تنام طبيعي تبطل تدخين ويبقى فيه تحسن في الحالة. اشكركم وتحياتي لكم اه جميع. اشتركوا في القناة